السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونكمل قصتنا فصلية الضابط الانواري الباردل الثاني عشر زراسيت بالنوم وأنا حاسب على مقوي ببطنية شينت من ضيال ظهري الانوار وحاولت خصري بيديه حاولت أفتح يديه مني حتى أقوم وأقدرت وكلما أفتح يديه يزيد الحضن قمت من الشرباية كانت الساعة بثمانة طبعا بس واقف بس وقفت ألم زاد ظليت لازمة بطني وأتلوه من الوجع ومعتي ظلت تقلب عرفت نفسي تمرضت لأن أنا متشنت عن دهلي بس أخذ برد لو أتوته مشي هتشي صيبية وخلص وقتي لو متمددة بشرباية لو بالمستشف ظهرت الحمام أخذ الشارع دافع على أمل أنه يقلل الألم بس حسيت زاد أخذت شي سواء ودخلت الحمام أخذت شعري لأن أنمام نايم وأنا طبعي من أتمرض أحاول ما أبين يعني أبتب نفسي ما أبين أن أنا متوجعة ظرحت شعري وخليت موارد خدود وشفايف لأن وجهي أصفر كبسة رموشي وخليت أطر خارف تلعب ناسي لبست جواري حتى دفر جديا ورجعت حتى أتمدد لأن بعد وقت حال ثلاث ما قدرت الوجع كل شوي يزيد حظنت بطني حيل بداية ونمت ما سيطرت عن نفسي لأن بعد نين أسانة أو بالأصح صار عندي خمول صعيت من النوم تلبل ساعة بالعشرة ونص أنماما موجود بالغرفة كموت قسلت بدلت نزالت لقيت الشيخ والشيخة وحنين قاعدين بالصالة صبعت هاليوم وصاحل الشيخ وقال أبو أنوار بويا زهراء تعيامي أريد أحكي وياك زهراء تفضل عمو أبو أنوار بنتي مثل ما تدرين باتشار بعينية فهد الله يرحمه الشيخ يحجب قهر والحجية حضن الحنين وظلت تبجي حزيت راسي بحزن وقال قلت الله يرحمه أبو أنوار إحنا باتشار طالعين للزيارة تجين وياك زهراء لا شيخ ما أقدر اليوم أنا شوية مريضة شكرا عمو تفكيرك بين بيئة كافية وإن شاء الله ترحون لترجون بالسلامة أبو أنوار راحتك بنتي حنين دي زهراء تعالي وياك هم تغيرين جو وهم حتى ما ظلين واحدك بالبيت الحجية يومو بشويانة وبتسمع نبست الحجية قلت لا حبيبتي إن شاء الله غير مواره الحجية يومو ليش تقولين مريضة شبيت شنو ويراجعك زهراء لا دخلي باليش أنا بس شوية حاسم مغص بوطني إن شاء الله الليل يروح الحجية إن شاء الله حبيبتي إذا متوجعة قولي حتى ناخدش للطمين هزيت راسي وقلت تمام بعدها قلت محتاجين شي رايح أسوي أريو قل الحجية لا يومو روحي أنت تريقي إحنا أكلنا قبلك زهراء تمام بالعافية الشيخ بويه اليوم عدنا خطاء من الغده لليل ما أوصيش زهراء وحنين إن شاء الله بعت المطبخ وأشرت حنين تجي وياي راعت قاعدت وأنا صبيت لي بس شاي ما أشتهي أكل راحت قاعدت يمهي وقل لزهراء حنون أنموار راح لشار حنيني عمره قال يبدع من وقت على موض الخطاء هزيت راسي وقلت تمام زين شنسوي غدل الخطاء حنين أموار قالت نسوي تمام أبيض ربانية وأنموار راح يجيب وياسمك بشوي زهراء أوكي وقمت حتى أبدي أسوي الغده حنين صبي صبي على الأقل أكل شوية اليوم راح نتعب زهراء لاعمر ماشتي حنين هالي يش وجنش أصفر تعبانه زهراء لاعمر شوية حاسب ألم وتعبانه لعبانه نفسي فتحت عيونه وقاعدت فرح يا الله خاف حامل زهراء عزلها وجه بس أخذت برد وأنا طبيعي جنت عنده لكل فترة هاتشي يصير بيه بس أنا جنت أتخربط ويأخذوني المستشفى أدعي اليوم ويمر وما أتخربط حنين يا ليش هاتش عندش علاج شي زهراء لابس كانوا يطوني أبرا مسكن ومغذي وأصيب زيانة يلا كافي سوالف خلي نكمل لأنا تأخذ حنين خوش يلا أنتي أبدي بالمطبخ وأنا راح ننضف زهراء تمام بدنا نشترل حنين راح ننضف أنا بديت أطبخ وأسوي بالأكل وأدعي يطلع طبيع طيب لين أنا أول مرة أطبخ هاي كمية وكملت وردت أطلع وجدت حنين وقالت حنين زوز جو الخطار زهراء أوكي صعد أبدل وأنزل حنين تمام صعد الغرفة طلعت بستان الأطفال بيزام على الخصر ويصير عريض من جوه لبسته وخليت برس مرطب ولبست كبسته موشي كان جاي أمشي طراري ودخل أنمار درت عليه بابتسمته وقالت زهراء الله يساعدك أنمار يساعدك أجي يمي خلت تليفونه والسويتش على الميل وداب عليه وقال أنمار شلوني زهراء تمام وانت أنمار زين زهراء أحضر لك الحمام أنمار لا أنت يكملي أنا ما عندي شي زهراء أوكي راح خذر ملابس ودخل الحمام وانا كميت شعره وخليت شعر أسود حبيب والألم كل شوي يزيد رعد قاعدت على أنت شربايا ضلت عاصر بطني ضلع أنمار من الحمام وأنا بستن قمت وقلت محتاج شي قبل ما أنزل أجي يمي يبعو عليه وخلى إيده على قصته ونزل على خدي وقال وجهي أصفر ومصخرة شبيش مبيضة يرجع الشي واخر إيده وقالت لا ما في الشي أنمار خوش إذا متوجعه وتردين قولي زهراء أوكي خليت عطر نزلت جايين هو الخطة ورعت سلم وتحسيت وجهي الخدر أجدت يا حنين تعرفني عليهم أغلبهم يصير أجد ملاك قعدت بيني وبين حنين وقالت ملاك فصليا قومي يسوي النقا هو حنين تراعدها اسم وتقدرين تطلبين بأدب زهراء لا عادي عفية حنين ملاك اجدعو حنين حياتش بعتيني على موت هاي الفصلية عايزش بس تزعلين مني على موتها حنين لا ما بعتش بس تصير أبدا مو حلو وأي طبعا وأزعل منيش لأن هاي زوجة أخوي ما قبل تحشين عليها ملاك تبعو علي بعين ونص وقالت عشته صارت مرت أخوش وهو أخوش على البقية حسد دم صعد راسي لو أقدر أكتلهي بس ما أقدر أسوي مشاكل قلت الماء اسمعني تتجاوزين هالدرجة وبعدينش مدرجة أنوار كل يوم ويها واحدة يمكن أنتي منهن حنين ملاك تأدبي والله لا أقل الأنوار أقل الأنوار عليك وهو يربيك ملاك بستهزاء لا ترخفت كلش دروحي انتي وياها حنين خوش أنا إليش زهراء حنون تعالي أروح للمطبق كافي منها ناس عيب حنين تمام عمر روحي انتي أنا رايحة أسأل أمي خاف تحتاج شي وأجي وراج زهراء أوكي غلبي راح للمطبق بديت أحضر للمعين جاتي حنين بدينا نصب أنا وياها هور شوية جات سارة سلمت وظلت تشتغل ويا أنا قم نكملنا صب الغدر أنا بالقوة أتحرك من الأنم راحة وقعدة وصاحتني حنين حتى تغدقت قدت لها أكل بالمطبق قم صبيت لي شوية حاولت أكل بس ما قدرت سويت نس كافية حابة بلكي شوية تخفف الأم طلعت قاعدت على مرجوحة حاسب جسمي كل يديني وراسي يفتر فجأة انفتح باب شفت أن ما طلع من المضيف بس شارحني جي أمي وقال أنمار تغديتي لو بعدت وليش قاعد هنا زهراء لا ما أشتي أكل أنمار ليش ما تشتي شوف وجهج أصفر وروحي إكلي شوية ما يصير زهراء لا ما أريد أنا من أجوع أكل ليش طلعت تريد شي أنمار تمام أجي أتقي لكم حتى تحضنوا لتشاي لأن خلصنا غدا زهراء أوكي رايح قم أتبعي تدخل وطلع أحمد بن نظيف باوع لي بطريقة مغرفة ظل واقف باوع بتركيز على جسمي وبتسم أنمار ظل يهزر به وصاح اليو قال أنمار أحمد أدخل جواله أجي أطيع حظك مهتمت لداء وجهي وراح أنمار وراح وراب عصبيته بأسة اللي زمتك من إيده وقلت تعال أنمار ورايح أنمار للقبول ورايح اشتر ديم زراء لا أنمار لا تعصب عوفي ويولي من أخطى رعب الصيم أغش حاجبر وقال شايفتني مقاما يباوع لي شوان أسكت زهراء زين بس سهدي شوي الخاطر أخوك الله يا رحمه زفر نفسه أبقوا وقال وما تسمعيني الحد شي بس أنا علمش بعدين عقابش مهسة زهراء يا هسان شعلي أنمار لبسي حجابك عدل ودخلي جوه ما أريد أشوفتش هنا زهراء أوك عفت ودخلت وأنا بداخلي بس أبدأ علي حصلت هفزالة بدون سبب كله من ورا هذا سرسلوقي أحمد الله يا أخضر أنا أحكي وجهتني حنين وبتسمحت وبجه وقالت تشبيح تعشين ويا نفسك تخبلتيني أنا تخبلت أي تخبلت من ورا أخوش كلش ويا بزالة علمش حنين يا الله يا لليش شمسر زهراء ما بزالة بس شي بس من ورا أحمد هالنين الضرب يبارلي وانمار شاهر وانا حصلت بزالة حنين يلا عادي غاب يغاب عليك زهراء يا الله شنو يغاب يلا يحب خليني أحض التشاي والولاي يجي أحصل بزالة ثاني حنين أضحك يا الله عادي تتعودي امتسمت صبيت تشاي طلعت أشوف أنمار لقيت قاعد يدخل بالطعم بس شافني اجي خزبني وقال أنمار أنا مغلت ممنوع الضرب بس بد تغصي لك على مول التشاي أنمار تمام أخذ تشاي وطرأ وبدلت وبدأ تعز بالمطبخ جوا حنين وساب ظلنا نقص نماعين حسية ظهر انكسر خلصت اليوم كله بالمطبخ اشتغلت حسية بنفسي هلكت والعلم صار مو طبيعي والدوخة نزمتني وحسن جسمي صار كله يرجف خطاب حتاب بالساعة بـ 11 ونص بالليل سنبت على الشيخ والشيها وبوست حنين نيان قالوا الفجر يطلعون وصعدت لغرفة قبل بيتنا بساعة شاباية ظلت اولنا نوع بشي من الألم الباب فدعو دخل عنمار بس شاب نيان يجري يم وقال هانش بيش ليش تبشين مساعد تدموع وقالت وقلت ما بيش عنمار شنو ما بيش انا منتبه لشنو الصباح انتي حالتك مو زينة قولي شنو وحنا المسجن ما انشاء قالت عد شاباية ان ما راح تجاب لي علاقة مع الأدوية وقلاص وما قاعد يم قال ان ما تعشيتي ما يصير تشرب من دور دمام ما مكلة زهرة لا ما أكلت بس عادي ينطيني متأذية كلش عقال افواج بقال شلون ويا نادش احنا انطاني مسكينان بالقوع شربت ومحسيت معدتي ظلت خب راستين قمت ودخلت للحمام ظلت بروع ساعة لحد ما حسيت شوية هدأت معدتي وانطلعت لي يد انمار قاعد تشرباية ويباو اللي بقلق افتحت كانت وردت ملابس بدت ادخل للحمام قال انمار لبسي عباري خلي اخذش المستشوى حتش بتعب انتي مو منت اذية شلون راح تنامين زهرة انامن ماريد اروح افكي لا تلح انمار تمام راح تج ظهر الحمام اخر الشاور دافي طلعت لبست بجامع سودة عريضة وياها بودي ابيض نصرد يصير غصير ورايق رحت امن البيض يجي تنشف شعري بس ما عندي طاقة ارفع ايدي بالقون الشفت ومشط تسوي الظفير راقية خليت تنت ورشيت عطر شعر وراحت لتشربايا انمار لازم تليفون وقال اتمند على الطرف مسح شعري بيدي وقال شون صبتي زهرة شوية احسن انمار تعينامي وحضني هزيت راسي بالنفي وقلت ما اريد سمعت يظل يستغفر بعدها تقرب وقال توري علي زهرة ما اريد انمار عوفني جبني ودارني وقلت انمار عوفني انمار ليش عانتين اش بيش اليوم سامعة شي زهرة انام اكو شي بس ما اريد انام غريب منك انمار ليش يا بي شو صاير زهرة مو عندك صاحبات راح ظن هن وعوف هن عوف عوفني عقد حاج بوضحك وقال ها منو قلتش عندي صاحبات فتحت عيوني بصدمه وقلت يعني تعترف عندك صاحبات انمار عندي اثنين زهرة الله يخلي هنا يلا بتعد شوية اروح اريد انام انمار اخصد ليث وياسر شو نسترف انا واحد سفسري زهرة الله اعلم انا شرد اجدماني انمار اضحك يلا انشبي وتعايب احضني ادنيت ادنيت علي اخليت راسي على اشتف هو احضني بخصري وقال باشر ما اروح ما راح اروح للزيارة من وراش زهرة ليش ما تروح انا ازدخلني انمار اشترون اخليش واحدش وانتي من مريض اهم زهرة لا انمار روح انا ما علي شي انمار غايم ورا اخذش وروح سو لما سوي شي انمار لليوم هو عانتي ضرورة تعاقبين زهرة اشتكي علي اقل عم الشيخ انمار اضحك عم الشيخ اشلون رحم تيها روح اشتكي فصليتي وان احر زهرة اوكي سديت عيوني وبديت اغم اخفى قلت انمار اهضني حين هو بس احضني وقالت تدلي دفنت وجهه بصدراء ونمت صحيت على انمار هو قاعد بي شفت مغير لبسي يريدي اطلع قلت وان رايح انمار لطال المركز اهلي سافروا وانا الظهر ارجع لا تسوي الغلع ظلي نايمة افتاحي وانا اجيب بي اكل من بره والباب رح اقفله محتاج شي قبل لا اطلع زهرة لا سلامتك بس لا تتأخر هواي عن مام ان شاء الله وهذا تليفون يميش متردين شي اتصلي تمام زهرة تمام اطرب علي واخر شاهم ان وجه براتني بخدي حين وما انطيت اي بدت فعل لان الخمول والتعب مسيطر علي بعده قام وقفو علي وقال يالله انا رايح انتبه على نفسك هزيت راس نزلت دهرت المطبخ صبيت شاي اخذت غلاس وطلعت بالطعم على المرجوحة قعدت شوية بس حسيت نفسي دهرت قمت دهرت المطبخ حسيت راس يفتر وسودت الدنيا وبعيني ما حسيت واغمع علي ان ما خلص الشغلة طلعت المطعم اخذت غدا ورجعت للبيت اول ما دخلت قبل صعدة الغرفة اشوف الظهراء لان كان عبالي بعدها نعم دخلت ما لقيت نزلت صيح باسم ها ما اكو دهرت المطبخ شفت المهمة عليها بالقاب احتي لها ابكض اضرب على اخذها ما اي جواب قمت بسرعة صعدة اخذت عبايا وحجاب ونزلت تلبست وهي فتحت عينها وشافت نقاط انمار انت جيت انمار جيت بنتي انتي لا تخاف انها الساعة ذو المستجفى شلتها وضلعت بيهل للسيارة قاعدت وقالت انمار ما يحتاج ما بي اشي انمار سكتي زهراء اشنون ما بي اشي شنو صار قبل شوية زهراء ما صار بشي بس دخل وضعت عادي انمار لا معادي يلا سكريات تعبين نبزج ورتبت شاري وسديت سديت البشت مفتوح وانا لابسة راك وصلنا وقال انمار يلا خلي ننزل تبهت على نفسي ما لابسة هذار زهراء يا انمار شنون انزل حافية انمار عادي اشي زهراء لها انمار والله ما انزل انمار اوف من صبري شوية يمكن اكون موحل هنا يبيعون احذية راح اشوف ما اتأخذ زهراء تمام نزل عن من السياء ما طول شوية واجه جا يبلي حذاء واسم تكرمون فدع الباب قال يلا لبسي على السبع ونزلي بست الحذاء وردت انزل بس حسيت الدوخ بعدها برأس انتبه لانمار واجه يمي قال سندي علي ونزلي نزلت نزمت ايده وامشي داخلنا الغسم واسعاف جاءت الدكتور وظلت تسأل شنو تحسين من هالحتي قالت هاي عباض حمل طبت الانمار ظل يباو علي واضحك قلت لا دكتور انا مو حامل واشهر الانمار حتى يحجر وساكن قالت لازم نتأكد ظلت تسوي لي تحامين تحاليل بعدها قالت عندش نغص فيتامينات لاستغذية ودايد فقر دم علي قتلي مغذي كتبت لأدوية الفيتامينات طلعت اجد المار يمي ضحك قال شون الحامل ضحكت باستهزاء وقالت اضحك ترى ما اضحك المار تشبي بالله ليش ما تلقي ما تلقي ما تأكلين من سلتك تقولين اكل تشوفي اشلون اثرت على صحتك انا بس ساكت بردت من المار تمددت وقالت ما اغطيني اريد انام قام اغطاني وعدل حجابي وشان شعري طالعي قال انا اطلب اكل موت تقفي زال لا ما اريد هس انما لا تقولين ما اريد هس اريد اجيب وهو اشوف اشوف اشلون ما تأكلين وشوية قام انمار وقال رايح استسلم استلم الاكل واجي لا تخفي زهرة تمام واجي بيدا صنية اكل قال يالله قاعد ايدي عدلت نفسي وقاعدت اكل اجي قاعد يمي وقال هل تأكلين اكل لي كان جاي من اشاوي ابتسمت وقلت ناكل انا وياك انمار خورج سوالي لفة وانطاني وانهم سويت لانطايت وبتسمني واخذ بيدا ياكل وانا اكلت وسوالي ووحدة ثانية حاس نفسي ميت جوع شبعت وقلت انا شبعت كارث انمار اكل وسيكتي سهلا انمار صدق شبعت الحمل الانمار بالعافر قام طلعة الصينية واجي الدكتور وشارلت المغذين يخلص بس عرفت الكانون اتقربت علي وبستبخده وقلت شكرا اليوم بتعبت كريئي ابتسم وقال ولو انا شعندي غارج ظلينا نفتر بالسيارة بالنص ساعة وقفنا يبزنت نزل جاب لي علاقة الحلويات ورجعنا للبيت دخلت البيت هو طول الطريق ساندني دخلت الغرفة نزعت الشال والعباية اخلت هدراك ودخلت وقال دوم ان شاء الله ظليت ناعمة بصفة هو لازم تليفونه وانا باعه وياه صار العصر قمت وقلت انمار خلي ننزل جوا انمار يلا امشي بس تعالي شربي دواج قبل لا تنزل زهرة اوكي شربي الدواج ونزل نزل 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 قلت لما دام الجو حلو نقعد بالطاعم وانا نسوي لك قهوة عن ما لا عف القهوة مو مريضة انتي انا جاي بعصائي روحي جيبي زهرة تمام جب العصائي وحلويات رتبت من الصينية الغيرة وخذيتهم طلعت قاعدتهم مع المرجوحة طلعت نناكل انا وياه طل يسولف لي على شاء الله واصدق ابل مركز وانا كذلك سولف عن اهلي مر الوقت احنا بس نسولف ونضحك صار الدنيا قال قومي ندخل جوالات بردي زهرة اي خلي ندخل راح انوار قاعد بالصالة قلت انوار شنو تري العشا انوار هس اطلب لا تسوين زهرة لعين صرت زينة راح اسوي عشا انوار خوش داخل المطبور سويت عشا خفيف خليتها على الميز وصحت الانوار حتى يجي انوار قاعد نانو اكلت شوية بدت قوم قال انوار وان قاعد اكملي اكلت زهرة لا كاف شبعت انوار اكل شوية بعد قومي وراح وراح علاج زهرة تمام كمان عشا راح انوار قاعد بالصالة انا عزلت المطبخ واخرت شاي وروحت انطيت الى وقال انو معاش ايديش بس انت لا شربين شاي ما يصير زهرة اوكي وانجحت غلاوسر وراحت قاعد انوار قومي شرب واجيب المغذي حتى اخذ الانوار بعد زهرة تمام بس انت تعرف اتخلي المغذي انوار يعرف وحي جيبي وتاع هز زهرة راسي وراحت شراب واخذت المغذي وانطيت الانوار قال بعد ساعة خلي لي تشير زهرة ووكي شغل فيلم قاعد نشوف ساعة ركب للمغذي قام جاب غطر قال انوار تعي نامي يمي وتغطي حتى ما تبردي زهرة تمام قمت مددت يمي وخلي راسي على شتف ورن الساعة تابع وفيت انوار حسيت بها نامت المغذي خلص قمت شلت المغذي وقاعدت حتى تسعد للغرفة نام ما قبل قاعدت يم واخذت الحضني وخلت راسها على صدري وحضنت هي ورجعت رفت زهرة فزيت النوم وانا بحضن النمو نامين بالصالة مرد تقعد الشكل تعبان ورشوية فتاع عيونه باوال يبتسم قال صباح الخير وقل صباح النوم قول حضن وضل وزع بوسات خفيفة على وجه بتسمت وقال اش عجب ما اعترضت زهرة لاوان ما لين شكلك تعبان وخليت تنام احنا بسببي انمار اي خوش وانا اصنع كلش تعبان قال هيك وضحك رجع يا بوس وصدم باسني بوسة باسني قوي بشفتي فتاعت عيوني صدم قلت زهرة هاي شنو انمار انمار اشتعلو اهل اهل من الصبح زهرة لا تعيش الاهلي قمت من حطنة وقلت واخر شوية اريد اقوم انمار تعيش بيش بسبب 17 قرين زهرة اي انمار انت وعدتني ليش تخالف انمار انش بيش سويت هي بوسة واذا اريد عيدها عادي من عيني زهرة اوكي هس اواخر اريد اقوم تدن مني شوية وقالت فضلي قمت وصعدت للغرفة اصدت وبدلت لبست الفستان الغصية يوصل جوا بكتر صدم ربعة وطلع شوية من ظهري رفعت شعبي بكعكة وراخية وخليت مكياج خفيف وعطرت انمار للغرفة وقال انمار اذا تقدرين حضر بس اليوم نورستي بعد ما تلبسين وخرت منه وقالت انشاء الله اخذ منابسه ودخل الحمام ظليت بتب الغرفة شوية وطلع ظلي نشر شعب دار علي وقال شرب تدو هزيت راس وقال اي ردت انزل صاح لو تعالي وين نازله زهر احضر انزل احضر لك هر ومتري تليفوني انمار اي زهر يا الله حبار منطيني يا ابيدنا احيش ويا اهلي مش تغتلهم انمار خوش انطيش بس بشبط زهر تمام معنا موافقة تسمع قال انطيني بوسي زهر يا انمار مواكو غير شبط هز راس بالنفي وقال نو زهر ظلي صاف من افكر وقالت هي بوسي ما وقلت تعال خلي ابوسك اضربت علي وقال يلا صدي تريوني بدين ووضحك وقال يا الله زهر انمار لا تحكي توترني انمار يلا ما صار ابوسك بس ابخده خفيف وخبت وقال شين اضغش ممين بهاي زهر مو بستكبع شا سوي اضرب علي ولزم خصري وباس نحيل ردد اواخر ما اوكي رحت قاعدت عن شابراي من تضرته يكمل حتى ينطيني التليفون رحت ضلع التليفون من كنتورة ونطانية وقال انا مساحة البرامج اللي بي لا تنزلينهم خليت بس واتس تحكين بي ويا اهل شفقط زهر اخذت منه وقلت تمام فتاعة التليفوني دهرت على صوري ما لقيت ولا صور شاقت وقلت يا انمار وين صوري ليش حارفهم انمار احسن شا سير بالصور زهرة صارت الدم معين ضجت كلش قلت لا انمار نوم خليكم صور على الأقل انمار عندي كم صور بتليفوني رعت باستغراب وقلت شا سير بتليفونك انمار ما اجتخب تصلت على امي ورثواني فتحت الخط بس سمع صوته بشت ظلت احشي وياها لحد ما قال انمار كافي لا تبشين هيكتيني واتثبت هزيت راسي كملت كلامي ويا امي سألت ها على اخواني وابوي انطت ني ياهم ظلوا يحشون وياي طولت المكلام اكثر من الساعة وودعت امي وسديت التليفون قمت من اجا انمار يمي مساحة قال يلا تعي راسلي وجهك خليني انزل زهراء اوكي بس انمار عندي بعد طلب انمار قولي بنتي زهراء خليني اروح ان اشوف اهلي حباب حتى لو نص ساعة بس اشوف واطلع انمار زهراء سدي الموضوع احسن زهراء ليش انمار عافية انمار انشاء الله بس مو هز ابتزم اندو حضان قلت يا روحي شكرا انمار هز عندك مصلحة سويت يا روحي زهراء لا والله اصلا انت كلش حباب وانا احبك بس انت شوية عصري وتتحكم بيا هو فتح عين ابصد ما قال شكلك زهراء اقصد مثل اخويا عقد حاجب قال انشبي شنو مثل اخوش لا تخليني هز وريج اخوش زهراء لا انمار يلا كاف اعتبرك ما طلعت بالغلط انمار هاي يعني هس انتي ما تحبيني كل زهراء يعني ما رات احبك وما احبك انمار اضحك يلا عم هم نعمة انا نازل قبل هز ذيت راس وقلت تمام انا ما اطول ضهرت الحمام وصرت وجيه بميبارد وطلعت حلية مكياج خفيف وعطر نزلت شفت قال المرجوعة يدخن رحت يم وقلت ليش تدخن وانت بعدك ما ما كش رفع حاج بيبار بس راب قال تحاسبيني هزيت راس وقلت اي عيني احاسبك مو بس انت تحاسب انمار لا والله قال من المرجوعة اجي يم يقال متأكدة هو راح قاعد بالصالة وانا قمت نظفت البيت صار يلمان قال باتش ريجون الاهل من الزيارة كملت ودخلت للمطبخ اجهز بالغداء كأنه وعزلت المطبخ انمار زراء صار عندي شغل هو بحط لع مات اخير بس صحي دي حضريني ملابس زراء تمام صعدت لغرف حضرت ملابس وممنوع تفتحين الباب لأي احد واذا تردين شيء تتصلين على مسجل عليه رقم يبتلي فونيش زراء تمام انمار لا تشغل بالك طلع وظلعت واحد بالبيت ظلت افتر وين اروح صعدت الغرف ونظفت وغيرت فرش ها تجرب وبخرت ونزلت طلعت الطامر سقيت الحديقة وقعدت عن المرجوحة لحد ما بدت الدنيا تغرب دخلت صليت وكملت دخلت المطبخ طلعت موال الكيك وقعدت يسوي كيك الهي نفسي دخلت للفرن قمت شغالت اغاني وظلت دندن وات امايل وياها فجأة سمعت احد صوفر درت وجه عشوف انمار واقف بباب المطبخ يباو لي ويضحك خجل قلت انمار يا متى اجيت انمار من بديتي تركصين جلت موجود شغال قلت عزا انمار لي اجم ما ضلعت صوت على الأقل لجي امي وقال بس خرج تركصين وضحك زهرة انمار كافي الله يخلي سد الموضوع انمار اضحك يلا خرج ابي احط اي بش انو جاي سرين زهرة سويت سويت صوص شوكولاتة وخليت عاليها صار شكلها حلو صبيت شاي ورتبعتهم بالصينية واخذتهم بالصالة شغلنا فيلم نشوف وناكل انمار كلش عجبته وقال عاشت ايديش ما توقعت تطلع منك هيتش مواهر رفعت حاجب وقلت يعني تستهز انمار لا عين الشاقة كلش حلو ابتسمد وقلت بالعافية صارت الساعة ب12 انمار قام وقال يلا نصعد ننام باشر يجون اهلي زهراء صعد تمام اصعد وانا بس عزل واجي ورا قمت عزلت المعين ورتبت الصالة وصعدت لقيت المعين متمدد اخذت لي وجامل ودخلت بدلت وفتعت شعري وراحت نمت انمار شلون اخذت علاجت شباية ورحت يم صفحت نمت يم وحاولت ارفع ايدي ما قدرت قلت اسمي وصرت ناصي ما جاوب ظليت امشي ايدي على منام حواجه عقد احواج وقال انمار اشتردين خلينا ننام زهراء انمار انمار انت زعلان مني انمار نو زهراء لا اديش ما حضانتني انمار تعبان وراسي واجعني زهراء تمام تعال انت اليوم نعم بحضني على المرة مرضى جواب راسا حضاني وصار رأسي على صدري حضانته وظليت امار بخ رب رأسي ولعب شعب حسيت بي عفة بست بخدة ونمت